لماذا يمتلك المشتري 79 قمراً والأرض قمراً واحد؟ المشتري هو أكبر الكواكب المجموعة الشمسية بلا منافس حتى أنه كتلته تعادل 300 نسخة مكررة من كوكب الأرض وهو كذلك الكوكب الذي يدور حوله أكبر عدد من الأقمار في المجموعة الشمسية ففي الوقت الذي تمتلك فيه الأرض قمراً واحد فإن المشتري يمتلك 79 قمراً ويرجع العلماء ذلك إلى جانبيته الكبيرة التي تتناسب طردياً مع كتلته الهائلة وكذلك بعده النسبي عن الشمس وقد ظل العلماء حتى وقت قريب يكتشفون أقماراً جديدة لكوكب المشتري وآخرها كان منذ عامين تقريباً تحديداً في السادس عشر من يوليو 2018 حينما عثر فريق من علماء الفلك على 12 قمراً حول المشتري لم نكن نعرفها من قبل توصل إلى هذا الاكتشاف سكوت شيبارد من معهد كارنيجي للعلوم الذي كان يقود عملية بحث عن أجسام جديدة في حزام كويبر البعيد وهو عبارة عن حلقة هائلة من الحطام تقع خلف نيبطون قرر شيبارد وزملائه أخذ استراحة من بحثهم الأساسي ورصد كوكب المشتري لبعض الوقت وهكذا اكتشفوا الأقمار الـ 12 الجديدة للكوكب العملاق وكان علم الفلك الكبير قارينو هو من اكتشف الأقمار الأربعة الأولى للمشتري سنة 1610 حينما رأى أربعة أجسام سماوية تظهروا كأنها تدور حول كوكب المشتري وأطلق عليها أسماء لو ويوروبا وغانيميد وكاستيلو وتعتبر أكبر أقمار الكوكب إلى حد بعيد ومع تطور تقنيات رصد النجوم صار من الواضح امتلاك الكوكب 79 قمرا لا يوجد كوكب آخر في النظام الشمسي له عدد أقمار المشتري عدد الأقمار الذي يليه هو 62 قمرا التي تتبع كوكب زحل المجاور له ومن ثم 27 قمرا تدور حول كوكب أورانوس أما نيبتون فلديه 14 قمرا ينخفض عدد الأقمار التابعة للكواكب بعد ذلك لتصل إلى قمرين لكوكب مريخ هما ديموس وفوبوس وقمر واحد لكوكب الأرض يعرفه الجميع ويصل عدد الأقمار بعد ذلك إلى العدم في كوكب عطارد والزهرة حيث لا توجد أقمار تدور حولها يقسم عدد العلماء الفلك الكواكب داخل نظامنا الشمسي إلى فئتين إحداهما كواكبها صغيرة وتضم فئة الكواكب الأرضية أو الداخلية وتضم أربعة كواكب وهي عطارد الزهرة الأرض والمريخ بينما تضم الفئة الثانية مجموعة عمال قلقة الغاز الخارجية وهي المشتري وزحل وأورانوس ونسوانيبتون الفجوة في الحجم بين تلك الفئتين كبيرة جدا حتى أن كوكب أورانوس أصغر كواكب المجموعة الخارجية لا يزال يتفوق على كوكب الأرض وهو أكبر الكواكب الداخلية بخمسة عشر مرة أما بالنسبة للمشتري فلا يوجد من الكواكب ما يتنافس معه من حيث حجمه العملاق ولأنه توجد علاقة ترضية بين كتلة الجسم وقوة مجال جاذبيته وفقا لما اكتشفه إسحق نيوتا من قبل فإن هذا يمكن عمالقة الغاز من جذب المزيد من الأقمار بسبب كتلتها الهائلة جدا لكن الجاذبية الهائلة ليست هي السبب الوحيد الذي يجعل المشتري يمتلك هذا الكم من الأقمار ففي نظامنا الشمسية تعتبر عمالقة الغاز بعيدة نسبيا عن الشمس وهذا هو السبب الثاني لحصول المشتري على أقماره حيث أن بعض النجوم الضخمة تمتلك كواكب كبيرة تشبه المشتري تسمى كواكب المشتري الحارة وهي تضر بالقرب منها وهذا النوع من الكواكب رغم كتلتها الكبيرة فإنها لا تمتلك أقمارا أو تمتلك أقمارا قليلا يدل على ذلك ورقة بحثية كتبها الفلكي الفرنسي فتح ناموني في العام 2010 ويقول فيها إن الكواكب المشتري الحارة لديه أقمار قليلا في حال وجدت حيث يقفض على أقمارها من قبل النجوم الكبيرة التي تضور حولها تلك الكواكب قد تكون عمالقة الغاز كبيرة لكن النجوم التي تضور حولها أكبر وبالتالي لديها حقون جاذبية أقوى بكثير لذلك عندما يكون الكوكب الحار قريبا من نجمه بالقدر الكافي فإن النجم سوف يسرق منه أقماره في النهاية إذا كان ناموني محقا فإن الكوكب المشتري لديه 79 قمرا لأنه ضخم بشكل جنوني وبعيد بما يكفي عن الشمس لتجنب سرقة أقماره اشتركوا في القناة